موسيقى نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الثانين 22 شباط 2016 هل سيصحب فتيل الانفجار الكبير في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أم أن موقف 14 أذار الذي خففت لهجته من معلومات سربت أولا عن احتمال استقالة جماعية إلى مهاجمة حزب الله وتحميل الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر مسؤولية الخروج عن الإجماع العربي هل أديا إلى إعادة تصويب الأمور لسيما وأن مصادر 8 أذار كانت أكدت للل بي سي آي أن أي خروج عن البيان الوزاري يهدد التركيبة الحكومية لا سيما وأن الحكومة نالت ثقتها من المجلس النيابي على هذا الأساس ماذا يعني رفض القوات اللبنانية التي اقتصر تمثيلها على نائب رئيس حزب القوات اللبنانية نائب جوج عدوان وحضور عدد من نواب الكتلة ماذا يعني رفضها التصويب على التيار والوزير ربران باسيل وبالتالي عدم ذكرهما في البيان وإنما التصويب على حزب الله وحلفائه بحسب ما ورد في بيان 14 أذار من بيت الوسط إلى أي حد اليوم قد يصل الكباش في الجلسة الحكومية وما هو تأثير استقالة الوزير أشرف ريفي من الحكومة وكيف ستنتهي الأمور هل بإعادة النظر بسياسة لبنان الخارجية وبالتالي الدخول إلى المجهول على المستوى العمل الحكومي أم أن الأمور ستنتهي بتوضيح أو صدور بيان كما كان طالب وزير الخارجية جبران باسيل بعد عودته من القاهرة عندما أثار موضوع الإجماع العربي أو أن يكون لبنان جزء من هذا الإجماع العربي لغط وبالتالي يقتضي التوضيح وبحسب ما كان الوزير باسيل قال أن الظروف اختلفت وربما كان الأفضل أن يتم توضيح الأمور وهذا كان رأي العديد من الوزراء الذين كانوا يشاركون في الجلسة وحتى أمس في اجتماع بيت الوسط كل هذه المواضيع سنبحثها مع عضو تكتل تغيير الإصلاح النائب حكمة ديب أهلا وسهلا فيك أهلا فيك اليوم بنا نشوف كيف الحكومة راح تكون إيمة أو مستقبلة من بعد هذه الجلسة الاستثنائية بموضوع يمكن ما حدا مستعد يتنازل فيه للتاني أو يساوم فيه تحت عنوان أنه لأ لازم نحافظ على الحكومة أو ما تبقى من عمل المؤسسات راح نفوت بكل هذه التفاصيل طبعا ورح نتابع مع مراسليننا بمجلس النواب وببيت الوسط اليوم نشاطات بس لكن خلا نشوف حال الطرقات طريق جونيا باتجاه بيروت عجقة سير باتجاه الشمال السير جيد لقدم شوي عندنا بالاتجاهين حركة ناشطة بس أقل منه متوقف السير على الدورة على الجسر بالاتجاهين ما في عجقة ولكن يبدو تحت الجسر في عجقة سير وعند الدوار باتجاه الكارانتينة كمان الحركة ناشطة بالاتجاهين من دون توقف للسير حتى الساعة شارل حلو عنا عجقة سير طبعا على الجسر وكمان تحت يعني على مداخل وسط بيروت وين بعد منروح على تمثال المخترب طريق فاضي بكل الاتجاهات أو سلك بكل الاتجاهات ساحة ساسين الحركة عادية جدا وشارع الحمرة كمان الحركة عادية كورنيش المزرعة خفيفة السير عادة تكون منطقة عجقة طريق المطار مثل العادة الخروج من التونال وبالاتجاه إلى قلب العاصمة عنا عجقة سير ولكن باتجاه الجنوب السير سالك وأخيرا بصيدة في حركة ناشطة وفي تقريبا عجقة سير يعني على الطرقات المؤدية إلى الدوار هيدا هي حالة طرقات اليوم طبعا مع الشتي مثل كأنه بيصير في عجقة هيك وبانيك مع الشتي استاذ حكمات بأي تصميم أو ذهنية متوجهين إلى جلسة مجلس الوزراء بارح لو للقوات اللبنانية كان سيحمل جبران باسيل ما قالت إليه الأمور ومن إلغاءه بتين سعوديتين مع أنه منتذكر أنه الوزير باسيل جاء قال من السراي أنه كان طلب صدور توضيح بما يتعلق به سياسة النائب النفس وسياسة لبنان الخارجية هلأ طبعا يبدو أنه هناك مأزق لدى الفريق المستقبل تحديدا هو من يدور بفلك المستقبل كل الأمور اللي العلاقة بضبطهم يعني شارعهم استقالة الوزير الريفي إلى كثير من الأمور اللي هي العلاقة بإعادة ترتيب البيت الداخلي ولملمة الشارع والقواعد الشعبية اللي يبدو أنه في تململ من قيدتها المشكلة حقيقة هي بين الدولة السعودية وهذا الفريق اللي عمل يعني هلل وطبل وزمر للهبات ويبدو الآن أنها توقفت ما بنعرف أمتين وهبوا هذه الهبة ولا الأسباب اللي دعيت إلى توقف هذه الهبة مسألة العلاقة بالقرار السعودي الداخلي اللي يبدو أنه مستق من بعض الأمور اللي اللي عم بقوم فيها فريق المستقبل وتحديدا مستق من فريق المستقبل أو لأنه بحسب مآلة مصادر من قوة ميناء دار مبارئ أنه السعودية لأنه عم تخسر باليمن لأنه عم تخسر بسوريا ولأنه مش قادرة تسيطر على كل لبنان مثل كأنه في وجه حزب الله وفي وجه الحكومة وفي وجه من هو خارج محورة أكيد مش بيننا وبين مش بين المملكة السعودية ووزير خارجية لبنان تحديدا الوزير جبران بسيل اللي هو قام بعمل أشيد فيه على طاولة الحوار مرتين أنا عم بنقلك الجو لأنني كنت حاضر نعم من قبل الفريق المعترض اليوم صح حتى الوزير رشيد درباس قال الرئيس السانيورة قال له للوزير بسيل أنا مطرحك كنت عملت ذات الشي أنا مطرحك كنت عملت ذات الشي وهلأ فهمنا الموقف وصار فيه إشادات يعني من المجتمعين وفيه تصريح يعني عندما خرج الوزير جملات إشادة بموقف وزير الخارجية بثلاث محطات عربية وإسلامية فهذا يبدو أنه هناك إرباك معين ما كان مطلوبة هيدا الإشادة مشان هيك يعني عم يعاقب فريق 14 قدر بحسب تفسيرك يمكن هيدا خطوة ناقصة أو زحتة بس الشرح اللي تم واللي صار والتعليمات الدقيقة اللي مش بس تعليمات أو جو بين الوزير بسيل ورئيس الحكومة كان فيه تفاصيل على الكلمة وعلى الحرف بما سيأخذه لبنان بمنتدياتها أو بهالاجتماعاتها لبل تدخل رئيس الحكومة وطلب حزف عبارة إلى علاقة بفريق حزب الله فريق المعارض الداخلي كون هذا الفريق ممثل في الحكومة وممثل في المجلس النيابي بطلب من رئيس الحكومة تم حزف عبارة بالطال هذا الفريق وتدين يعني تدخل ووسع يعني يتم التنقل ترجعك أنا للفكرة القلتة بالأساس أنه فيه إرباك فيه مشكلة سعودية مستقبلية اليوم ليش كمان حتى القوى الأمن حرمت من هذه الهبة مش بس الجيش إذا عم نجي نحكي أصلا بالأساس شو دخل الجيش وشو دخل قوى الأمن هلأ بغض النظر نحن يعني يعني متل ما بقوله لا عرفنا إمتين إجت الهبة وإمتين ما إجت وإمتين حرم لبنان من هذه الهبة هذا بغض النظر عن هالموضوع هناك من يصوب على الوزير باسيل وبالتالي لرمي هذه التهم عليه وإبعاده عنه في عدة تدخلات أو يعني أمور متشابكة بين المستقبل والمملكة السعودية العلاقة بالسياسة المعتمدة العلاقة بالعلاقة اللي يمكن غير ودي بين الرئيس الحريري والسلطة الجديدة في المملكة العلاقة ربما بعدة أمور منها توقيف الأمير السعودي وعدم تلبية مطلب إطلاق صراحه في كتير من التراكمات اللي سببت هذا الموضوع اللي يمكن ما كانت حاضرة هذه الهبة ورجعك ليمكن تصريح قائد الجيش اللي قال إنها حبر على ورق والمعلومات اللي أتت من فرنسا اللي بتقول إنها غير موجودة بغض النظر عن كلها يبدو إنه هناك إرباك وتخبط وبالتالي مين فيه الوزير باسيل ومن هو خلف الوزير باسيل يعني العماد عون وهذا الأمر لم ينطلي على القوات البنية لم ينطلي على الرأي العون يعني هو اعتبار إنه استعمال الوزير باسيل كبش محرقة بهذا الموضوع طبعا وقت شو بدي أخفق في مسألة الهبة أخفق تعرف أنت زيارات الطن والرن اللي حصلت فيها عودتوا إلى لبنان وأعلانوا عنها وصرف الأموال قبل ما نحصل على هذه الأموال طبعا يعني هي نكسة تحديدا إلى هذا الفريق لأنه وعد وبني على هالأمر راكم على هذا الأمر ووعود وأمال لكن بالنتيجة انهار كله فمن هون المسألة تتخطى أنه والله الوزير حتى تصرف عطيتك تفاصيل أنا يعني طلبة وزير تفاصيل موسقة كمانا نعم أكتر من مرة ويعني وكأنه في نوع أنا عندي سؤال نوع من الشحادي للعطف بكل موقع يعني إنت فيه منطق عم بتوجيه هيدا الكلام صار الإشادة اللي صارت على طاولة الحوار بحضور الكل طب وين موقف من الرئيس برري وين موقف من كل القوى اللي كانت موجودة على الطاولة تقول لا مش مظبوط أنه بيتحمل الوزير جبران باسيل هيدا الخطأ والبرهان مثل ما قال الوزير رشيد درباس أنه الرئيس السانيورة قال له أنا لو ما طرحك تعملت زيت الشي كانوا كلهم موجودين الرئيس برري الوزير بطرس حرب الرئيس نجيب مئاته كل القوى المشاركة وليد جملات وليد جملات كلهم وينهم تحديدا تنقول الحلفة قبل ما نحكي بغيرهم وين موقفهم أنتوا مطلوب منكم أنه يعني تذكرون وطالبوا فيهم يعني طالبوا بموقف علنة من هذا الأمر هل يعني مبارح سمعنا على التلفزيون أنه الوزير درباس أعلن أنه صراحة نعم هذا الموقف اللي قاله الرئيس السانيورة واللي دافع عنه الرئيس السلام واللي دافع عنه الرئيس السلام وأنا أمزيد على ذلك أنه هناك تفاصيل دقيقة مش بس يعني استوحى من البيان الوزاري الوزير الوزير بسيل أو استوحى أنه والله هذا سياسة الحكومة النائف بالنفس لا في تفاصيل العلاقة بحذف بعض الكلمات والحبارات نعم السعودية يعني اهتماماتها أكبر من لبنان كان باليمن بسوريا بالعراق وصولا إلى لبنان بما يعنيها من تحالفات ومن ملفات ليش السعودية بده يكون راسا براس الوزير بسيل أنه الوزير بسيل هو أو غير أو غير السعودية بينما هي معركتها مع حزب الله سعودية رح أكشف لك سر معلش بالإذن من المؤتمرين في الحوار أشاد أو تفهم معظم وزراء الخارجيين الخليجيين تحديدا نعم بموقف لبنان تفهم وموقف لبنان رئيس سانيورا بقول أنه لا هاتك ما بتعرفون بعد بيحكوا شيء وبيضمروا شيء آخر هذا محضر حوار يعني لكن بيسارعوا وزراء الخارجية بقولوا أنه الكلام في لبنان تصريح في لبنان عم تؤثر على الرأي العام الخليجي يعني خليوا يوقفوا عنكم بلبنان الانتئادات لموقف وزير الخارجية لأنه عم يتأثر الرأي العام بما يقولونه طلعت بالآخر أنه حتى ما فيه ايداني للاعتداء على السفارة والقنصلية في إيران لا ايداني الموقف في لبنان كان فيه ايداني لكن مش امتنع نسحق من الاجتماع يعني هيدا كما بقولوا يعني أقصى درجات الانسحاق من أنه يكون فيه موقف يسبب فتنة داخلية أو ضرب الاستقرار الداخلي وقال الوزير بسيل بطولة الحوار أنه الوحدة الداخلية تفوق أو تسمع على أي صراع خارجي ونحن منطقيين مع البين الوزاري ومنطقيين مع مساكل جامعة الدول العربية أنه من حدا يدخل بالأمور الداخلية للدول العربية من هون كان موقف صائب وموقف كوفي وهني الكلام اللي عم يطلع من بيروت على لسان يعني تيار المستقبل والجو طبعه وهذا الكلام يؤثر على الرأي العام كما قالوا نعم إذا كله موسى وكله نحكى بطولة الحوار ومجلس الوزراء وكمان إذا فينا حتى نذكر ونحن قعدين تقريره وذكرنا بنوقف الوزير بسيل اللي من السراي طالب بتوضيح بس ما حدا ساجب لطلبه محاية ومحاية يعني تماما تماما بس ما أنتم جزء من الحكومة اليوم ش رح يقولوا وزراءكم للرئيس السلام وغيره من الوزراء بأنه إحنا عجينا طلبنا وين حلفائكم بهذا الإطار إن كان الوزراء رئيس بري أو وزراء حزب الله مسؤولية كتير كبيرة على الوزير سلام ويمكن الرئيس سلام رئيس سلام عفوا ويمكن الأحراج الأكبر هو اللي عم بعين منه الرئيس سلام لأنه في نوع من يعني ما بعرف وكأنه فيه استدرار للعطف السعودي أو لل بس القرار طلع من السعودية شو دخل يعني وقد تعتبر كنكسي لسعد الحريري بعد وراجع على لبنان تماما هو اللي هلل واللي طبل واللي زمر اتنين الرئيس الجمهورية السابق والرئيس الحريري وهي دي ناكسي تعتبر الرئيس ميشيل سليمان نعم نعم هي دي ناكسي تعتبر وبالنتيجة يعني اللي اللي اعتمد على هذه الهبة لكي يبني سياساته وكذا والباقي بالآخر الموضوع تبخر يعني فمن هون صار فيه تخبط وصار فيه نوع من يعني ارباك زفيكي تقولي التصريح مبارح انه اذا ما اخدت الحكومة موقف نحنا سيكون لنا كلام اخر هاي دي للتغطية على خطوة ريفي للتغطية على الارباك بس خطوة ريفي تفسر بغير اطار خلافات بينه وبين الرئيس الحريري وقتها الوزير ريفي حكي عن موضوع ميشيل سماحة دقري اجي الجواب انه ما بيمثله هالكلام ويقال انه الاستقالة ليس بموضوع ميشيل سماحة قد ما هي خلافات بينه بغض النظر ما بدي ادخل بهذا الموضوع في في القاعدة يعني تخطي على استيقالة تبعه كيف بقية القاعدة الشعبية القاعدة الشعبية في تململ يعني اليوم سعد الحريري بطرابلس في في خمسين شخص عم يستقبلوا مانا مانا كلام يعني هيدا هين في مشكلة حقيقية العلاقة بتأييدهم او يعني دعم هذه السياسة ونحن قادمون على معركة بلديات ممكن انه هذا الامر هو احد الاسباب اللي عم خربت ويعلي السقف باللهجة كان من الوزير الريفة ولا بالمقابل من الرئيس سعد الحريري في مشكلة حقيقية الى علاقة ب ربما تمويل احد اسباب يعني اللي هو مفقود اليوم و يعني مشكلة سياسية ومشكلة مادية تحتم عليهم هذا التصعيد هذا الاستدرار للعقف السعودي هذا التخبط بين مين عم بزيد على مين لحتى يستقطب الشارع كل هالأمور هده جعلت من انه تنصوب على الوزير بسيل ومن خلف وزير بسيل رفضوا بالاجتماع اركت موجودة يعني عرفت من انه صار هيك من نواب بكتلة المستقبل وهيدا شي يعني عرفناه وكان في امتعاد انه القوات رفضوا يعني عم بشوفوا انه ليش القوات رفضوا يعني انتو حكيتوا انتو وياه كان في طلعتوا على الموقف بالعكس بالعكس تماما اكيد هلأ نحن نحن وياهم في برنامج مشترك له علاقة بالتفاهم اللي حصل والترشيح الاماد عون وامور اخرى العلاقة بترجمة هذا التفاهم ان كان بمعارك انتخابية وغيره بغض النظر عن هذا الموضوع ارينا مظبوط وبيعرفوا حقائق الامور وحكيوا مثل ما هو لازم ينحق مش يعني اذا بدك صرف النظر عن المشكلة الحقية اللي هي داخل المستقبل وتوجيها الى مكان اخر للتعمية وللتضليل هايدي القصة اليوم ستنكشف اكثر واكثر اليوم بالجلسة عشو نويين بالجلسة مش نويين على شي تفضلوا خذوا القرار اللي بتريدوا الوزير يسبو صعب حسب مهلق قبل ما يفود امل ان نخرج ببيان جامع يؤكد الثوابت التي طلبنا بها ويتضامن العربي واحترام ميثاق جامعة الدول العربية سيكون الموقف مثل 14 أدار مبارح ملطف ومدروس وحكيم باتجاه انه ان يكون هناك تأكيد على النقب النفس وتأكيد على مسألة انه عدم التدخل بالشؤون الداخلية وتحييد لبنان عن الصراعات المذهبية اللي هي ما بتجلب إلا مشكلة داخلية وحسنا فعل الوزير بسيل وتكتلنا انه نحن عم نشوف شو تدعياتها على الداخل وطيار وطيار المستقبل انه كيف بدك تنقى بلبنان عما يجري حوله حزب الله يقاتل في سوريا ما بيجي من نحن عم نمتص كيف عم تنقى ستناد عم نمتص الصدمات كله بسبب يعني او تأمينا لوحدتنا الداخلية هيدا الكلام اللي بنهار منهجم حزب الله وإيران وبالله اللي بنسعى الى تأمين تواصل معين او اجتماعات معينة للبحث بأمور العلاقة بالملف الداخلي يعني بفتكر اللبنانية صاروا واعيين وبيعرفوا وانتو اكتر ناس بتعرفوا الصحافة المحترمة بما يجري القوات اللبنانية عارفة انه ما فيها تزور الحقيقة على الرأي العام وتقول وتصوب الى على الوزير بسيل وهو من نفذ البيانة البيزارة وتعليمات حكومته بحزفيرة بما يملي عليه ضميره الوطني وحرصه على الوحدة الداخلية وكل ما يلزر وصار فيه تفهم خليجي وتحديدا سعودي لهذا الموقف وتصرف مش انه انتقد او مانع او صوت ضد بالعكس اختفى يعني مش امتنع حتى نصحق لكي لا يكون هناك تداعيات على الجماع العربي وإلى آخره رغم ذلك لك شو صار عنا في لبنان مش بالسعودية عكل حاب نشوف ماذا بعد هذا المنقف ولكن نحن نشوف زميلنا إدمونسسين إذا صار جهز معنا من السراي الحكومة تحطنا شوي بالأجواء يبدو اليوم في قبلية للحكي عند الوزراء أول وزير بوصعب كمان بيقول أنه أي التشكيل وفد وزاري لزيارة المملكة وأتمنى أن يتم إصدار بيان فيه إجماع لأنه الأولوية الحفاظ على وحدتنا الداخلية أي وفد وزاري يريدو يزور المملكة ما في مانع إذا كان هذا الموضوع للإقتصاص من الجيش اللبناني والقوائل الأمنية تفسير لموقف لبناني اللي هو بات مفسر ومعروف يعني هذا اقتراح كان بتصور من الرئيس بري لكي لا يكون هناك مزيد من الجرائات وكذا لمائل علاقة بموقف حزب الله أصدر بيانه وكان واضح بيانه وبالنهاية بالنسبة لألون ما بيقدروا يعملوا شي وأصلا قرار مثل ما حضرتك بتقول أنهبا مانا موجودة أساسا يعني ألغيت من الأساس أو ما كان في نية جدية بحسب موقف ما تدخنه لا بالرواحة ولا بالمج smells يعني لا بالهبة ولا بمنع الهبة استخدمち هلأ بستثمرت بال السياسة استثمرت في الداخل خلينا بالسياس بالداخل اللبناني استثمرت في الداخل لبناني بس التوقيت السعودي لأهداف وغيات التوقيت السعودي مش كمان هو رسالة بوجه حزب الله شغلي إلى علاقة بالسعودية شغل إلى علاقة بحساباتها الداخلية إلى علاقة بالسلطة الجديدة تسميرت بالدخل أصدق من قوة 14 أدار بوجهكم تماما تماما خلينا نعيد تصويب المسألة هذا الحدث اللي هو الامتناع عن الاستمرار بالهبة له علاقة بين المستقبل والسلطة السعودية الجديدة وإله علاقة أيضا بما يجري والمزيدات اللي حصلت وتعليت السقف البلطعمي اللي عم بصير لمزيد من الشرزمة ومزيد من المشاكل في الداخل وفي الخليج على اللبنانيين هذه اللعبة خطرة كتير واللي عم بسعر هذا الصراع وهذا التوتر هو الداخل اللبناني وتحديدا من تيار المستقبل بده يوده عم بتشوف كيف كل يوم عم بتزيد عن يوم لوين ممكن توديه أنا أدعو وبفتكر مجلس وزراء اليوم سيكون تحت سقف التهديئة وترويق الخواطر اللي هو مش موجود كيف تهديئة بوقت اللي مبارح بتحذر 14 أدار مع أنه بيانهم يلي كنا فاكرين أنه رح يكون شديد اللي طلعت دون المتوقع وحتى خففت بسبب كيف بدك أنه البيانة الوزاري يكون فوق هذا البيانة بس من الميل التانية تماني أدار ما فرقني معا إذا بدكن تحكموا موضوع السياسي الخارجي أو دقوا بالبيانة الوزاري يعني بدأت طير الحكومة فكيف بدكوا في تهديئة البيانة الحكومة تستمد شرعيتها من البيانة الوزاري اللي على أساسه بتنال الثقة من المجلس النواب هادي ما بينلعب وإذا بدأت تعدل بدأت ترجع تروح على مجلس النواب وهدي ما يعني ما يعني لتحقيقة بدك كتير في كتير من العراقيل أنا بأعتقد سيكون هناك يعني بيان توضيحي هادئ ورصين لتهديئة الخواطر وتهديئة الأجواء اللي عم بقوم فيها المستقبل لغاية ما إلا علاقة لا بمصلحة لبنان ولا بمصلحة جيشه ولا بمصلحة القوى الأمنية غير موضوع في مزايدات في تشنج وحروب داخلية داخل المستقبل تترجم بهالمزايدات هادي اللي عم تحصل ما بعرف إذا صار زميلنا إدمون سيشتين جاهز معنا عبر الهاتف لأنه ما فيه إمكانية للتواصل المباشر بالسراي الحكومة إدمون نهارك سعيد يبدو أن الوزراء هن وعن بي يعني وعندها وصولون الكل يعني عم بيعبر عن منقفه يلي قد ينعكس على داخل كيف ممكن تكون الأجواء هل فعلا ستعود إلى التهديئة أم أنه إلى مزيد من الخلاف أم في نية للوصول إلى حل وسط وبالتالي صدور بيان يوضح السياسة الخارجية وموضوع النائب النفس صباح الخير ندا صباح الخير لضيفك يعني ندا إذا أردنا المصنف المواقف السياسية قبل أن عقادة الجلسة الطارئة والإساسنائية والتي على أساس فقط بند وحيد وهو السياسة الخارجية وذلك بعدما قام اتمنى كالعربية السعودية باتخاذ الشرعات بحق لبنان وبالتالي تم إيقاف الهيباتين السعوديتين يعني للجيش اللبناني وللقوة الأمنية يمكن تصنيف المواقف السياسية كالآتي قوة 14 بحسب المصادر تدخل إلى هذه الجلسة وهي تطالب بصدور بيان يسمونه ببيان تصحيحي أو توضيحي وبالتالي يؤكد على التضامن العربي ويؤكد على الإجماع العربي وغير ذلك سوف تكون هناك خطوات في هذا المجال مصادر رئيس اسلام تقول بأن رئيس اسلام حدث أيضا عنوينه وخطواته الرئيسية النائب النفس عن الصراع في سوريا ولكن التأكيد على الإجماع العربي في كل المحافل العربية والمحافل الإقليمية بعض مصادره تتحدث عن إن كان طرح أكثر من صدور بيان عن الحكومة يؤكد على الإجماع العربي أكثر من ذلك تشكيل وفد والذهاب إلى المملكة من أجل التواصل المباشر مع المملكة العربية السعودية في هذا المجال وشرح الموقف المبدأ إلى لبنان بالتأكيد على الإجماع العربي بالنسبة لي التيار الوطني الحر وهو معنى أساسيا بحكم أن وزارة الخارجية مع الوزير جبران باسيل فإن الوزيرين ليصموا صعب وجبران باسيل يؤكدان بأن هذا الموقف الذي صدر بالأمس عن 14 أذار بالدعوة لعقد جلسة بأجل تحديد موقف الحكومة كان قد طالب به التيار الوطني خلص منذ ثلاثة أسابيع في الحكومة عندما طالبوا الحكومة بالاجتماع بعد اجتماع القاهرة وخصول الإشكال وبالتالي لإصدار موقف موحد للتضامن العربي ورفض الانتهاكات التي طاولت البعثات الاتفاقية وبالتالي في هذا الإطار يمكن القول بأن الاتجاه الأكبر في هذا المجال هو للصدور بيان مبدأي توضيحي على الرغم من أن حضب الله وعلى الثاني وزير حسين الحاج حسن يسأل وثأل قبل الجلسة عن معنى الإجماع العربي وأين كان الإجماع العربي في سوريا وأين كان الإجماع العربي في اليمن طبعا وزراء حركة أمل يقولون بأنهم ينتظرون النقاش داخل الحكومة من أجل بناء الموقف ولكن بالخلاص يمكن القول بأن هناك اتجاه ورغم معظم المصادر ترجح أن يكون هناك بيان في نهاية هذه الجلسة يؤكد على التضامن العربي وعلى الإجماع العربي وبالتالي ربما يكون هناك أخسر من ذلك كما طرح الوزير مصنوق أن يكون هناك وفد يسعب إلى المملكة العربية السعودية لشرح الموقف اللبناني مباشرة وتوضيخي الوزير باسيل كمان يقول أنه سيطالب الحكومة باتخاذ موقف التضامن والإيدان اللي اتخذ ب8 كانون الثاني يعني من خلال الجو اللي عندك أنه 14 أدار لحقة الوزير باسيل بموقف كان أخذ ببداية شهر الماضي صحيح هو قال يعني أنا سأطالب الحكومة بأن تتبنى موقفي الذي اتخذته فيه 8 و1 وبالتالي قبل يومين من انعقاد جامعة الدول العربية في القاهرة وخصول الإشكال بعدها كما أن الوزير مصعب قال بأن يطالبون الحكومة بأن تتخذ ويأمل بأن يصدر بيان ليؤكد على الإجماع العربي كما كان يطالب التيار وطني حرموز الثلاثة السابعة ولحقتهم به طول 14 من أذار بالأمس في الاجتماع وذلك بعد مجيء الرئيس سعد الحريري وخصول الإجراءات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية منذ يومين بإطار آخر كيف هو وقع استقالة وزير العدل على مجلس الوزراء يعني في خلل صار أكان بالتوازن الطائفة بالسياسة بين القوة في مجلس الوزراء وشفنا تعليق الوزير حسين الحش حسن على هالاستيقال لأنه شأن وشأن 14 أدار وما عندهم إلا حزب الله يعني غير تصريح الوزير حسين الحش حسن لم يتناول أحد من الوزراء مسألة استقالة الوزير ريفي وتقظيمها لرئيس الحكومة تمام إسلام يعني حتى الوزير شقيني عندما مازحها أحد الصعافين قائلا مبروك صار عندك حق قلت له بعد ما تسلمنا شيء وبالتالي يعني الموضوع الأساسي الذي يبغى على تصريحات الوزراء قبل دخولهم إلى الجلسة هو موضوع السياسة الخارجية باستثناء موضوع حسين حسن الذي تحدث عن موضوع الوزير ريفي لم تكن هناك يعني تصريحات أساسية تجاه موضوع استقالة الوزير ريفي الذي استقال من الحكومة طبعا يعني للأسلام التي باتت معروفة ماذا؟ عكل حال إدمون نحن رح نرجع لك طبعا وقتها يتوفر التواصل المباشر معك صوته وصورة وقتها تنعقد الجلسة ونشوف يعني بأي اتجاه رح تكون الأمور هل اتجاه التفجير أو حصار العاصف والتهديئة شكرا لك إدمون سيسين طبعا لنا عودة معك ونتوقف مع أول بريك بحلقتنا ومشاهدين ونرجع منتابع حوارنا بعد البريك بنتابع حلقتنا بمحورة تانية مع الأساس حكمة دي باللافت وحتى اللي قاله زميلنا إدمون سيسين بالرسالة إنه وزراء حركة أمل يلي هني حلفائكم وحلفاء حزب الله أقل وإذا إذا في خلافات بالمستوى السياسي الداخلية ما يكونوا بينهم ولكن بالأمور الأبعد من هيك هني وحتى الوزيس المافرنجية بيأكدوا إنه ذات الخط وذات الموقف ولكن بهيد الأزمة موضوع موضوع الهيبتين ما شفنا شي تصريح واضح منهم موقف واضح إن كان منهم أو الرئيس بري طبعا إلا بإطار إنه حفاظ على العلاقات وما شفنا إلا صمت من الوزير السلامية الفرنجية موضوع المجلس الوزراء أكيد سيكون بيان توضيح تحت سقف بيان 14 أدار اللي هو يعني اللي كان تحت سقف الموعود إذا ما أدق ف يعني تأكيد على الإجمع العربي وأنه لبنان مع الإجمع العربي وإلى آخره يعني ما حدا طهر عنه بالأساس ما حدا بنائش فيها وحتى يعني أكتر من مرة أكتر من مناسبة قال الوزير بسهيل بهذا الموضوع وقتت الإيداني للإعتداءات بهالسياء ومسألة ومسألة أنه الهباب ما بفتكر رح يخصص مجلس الوزراء نوع من يعني لا عتب ولا ولا أي سؤال حول هذا الموضوع لبل تأكيد على الموقف العادي الكلاسيكي تجاه المملكة تجاه المملكة قصة الوحد قصة الوحد بيصير وزراءنا مش ضد ونحن مش ضد أيضا أنه إذا بدو يكون في توضيح تفسير إعادة تأكيد للعلاقات أهلا وسهلا لكن المسألة المشكلة بمكان آخر وهي تتخطى يعني الحكومة ومكوناتها هلأ كل فريق لماذا معبر أكيد عنده إحراجاته يعني من الوزير فرنجية بشو محرج يعني يعني في لأنه دائما يؤكد حتى وقت زار الرئيس الحريري ببيت الوسط أنه حتى بمشاركته بجلسة اتنين قدار هو ما بياخد أي قرار من دون العودة إلى حلفائه تحديدا حزب الله بهذا الموضوع بهذا الموضوع لم يكن هناك أي موقف موضوع اللي استجد له علاقة بالهبة له علاقة ليه برأيك ولا ما بعرف شو بده يخرجه يعني عدد الوزير الفرنجية معروف عنه صراحته بيقول أشياء مثل ما هي يعني موقف لازم يعني يطلع بهذا الخصوص وممثل هو بالحكومة بالوزير العريجي ومطلوب أن يكون هناك يعني موقف واضح بهالمسألة هذه بعيدا عن الأحراجات اللي قد يسببها بتصور أنا أنه بينضم للفريق الصامت يعني لن يكون مثل مين يعني اليوم هلأ في كتير من الناس تلويه أي فريق صامت بلا ما نسمي يعني مثل مين في صمت حول هالنقطة هذه اللي تطال وتنال من وحدتنا وإلى علاقة يعني هذا التوتير منى لعبة ما يقوم به تيار المستقبل يطال شو عم بيعمل تيار المستقبل يطال وحدتنا الداخلية بشو بشو عم بيوتر أول شي بل شي من خطاب لبييل الموجه على فريق داخلي على المسيحيين وكيفي لو ما عليكم كممثلين للجنرال عون وطير وطن الحر وعلى الدكتور جاجع أنه ليش من سحبتم لبييل قصتم أنه القاعدة متعضت لأنه الدم اللي دفعوا المسيحيين مش بس يختصر على حرب الغاء بين القوات وبين التيار المسيحيين حملوا سلاح من السبعينات تا يقاتلوا مشروع الوطن البديل للفلسطين وقت الكل كانوا عم بتفرجوا وبتحلفين ضدهم لو سألتني كنت انسحبت كيفي ما أخذ عم بتمس برموز وبدمق شهداء في نوع من إذا بدك هيك أو طبي أو عملية غش اليوم أنت داعي فريق خلينا نحكي عن القوات اللبنانية وجود دكتور جعجع يعني بالليبيل نعم كمان التوجيه لقاله حول هذه الحرب وتحميله مسؤولية الدم يعني من اكتار اللي موجودين بالليبيل مع احترامنا لقالهم وين كانوا وقتا كانوا المسيحيين عم بقاتله دفاعا عن لبنان مش بس هيك إذا كان فيه من صراع كان حول يمكن الطائف اتفاق الطائف أو أو وثيقة الطائف اللي انت حامل المبخرة أو حامل هذا الموضوع وعمله شماعة مثل ما بقوله يا رئيس سعد الحريري أنه بدنا ناس تكون مش ضد الطائف و ما سمعني يعني معياره للترشيح أو شروطه للترشيح بالرئاسة وهيدا كمان فيه عليه انتقاد مش هو اللي بيرشح مش هو اللي بأيد وبيحسم بسمي فكان له علاقة بفرد اتفاق الطائف يعني هذا الصراع اللي حصل كان وما زال إذا بدك بموضوع هلا أكيد تغيرت الخريطة السياسية وصار فيه تفاهمات جديدة لكن بعض الموضوع هو حقوق المسيحيين وتمثيل الصحيح للمسيحيين وقوانين انتخابيين يمكن هالموقف صادر عن حدا من القوات أو عافظة الدكتور جعجع أنه كيف الرئيس سعد الحريري عم بيحط بوجهه 80% من المسيحيين طبعا هيدا رقم يعني غير مصبوط يعني بالنسبة لقلو 86% ما بعف إذا الكلام من القوات صادر أو أنا ما عم بذكر أو ما بعف من أي جهة مسيحية ولكن هيدا يعني كأنه استمرار لنهج الطائف الدسعينات عندما أقصي المسيحيين نوفي العماد عون رئيس الجميل وسجن الدكتور جعجع وكملت العملية عملية التزوير وعملية الاستئسار بالسلطة من دون أي ممثل حقيقي للمسيحيين استمرت عقدين بعد نفس السياسي يبدو هذه السياسي لن تستمر وبدنا نغلب لغة المنطق ولغة العقل والوصول إلى تفاهم يعني فيه فريق عم بطالب بحقه بالشراكة ما عم بينطقس من أي تمثيل للآخرين حضرتك التوتير بلش من الليبيال رده أتى يعني عن جد بيّن عن سلبية كتير كبيرة تجاه 86% من المسيحيين اللي بقيدوا هذا الطرح وهي مشكلة كتير كبيرة مشكلة مشكلة شراكة مشكلة وجود حتى ومشكلة أنه والله ما فيه نضج عند الآخرين لكي يتفهموا هذه المأساة المهزلة اللي مستمرها عم تقول حضرتك التوتير هني بلش فيه تيار المستقبل من خطاب لبيال وهلأ منشوف وين برأيك المحطات الأخرى ولكن يبدو كمين بالسراي الأمور مش كتير هادية لأن الوزير فنيش واصل لدى وصوله ليشارك عن إساءتها لحزب الله سنفكر حينها في زيارتها مع وفد وزاري أو بدونه في حال اعتذرت السعودية يعني هيدا الكباش السعود الإيراني أو السعودة اللي بلبنان الذي يترجم بين السعودية وبين حزب الله شو رأيك شو رأيي رأيي أنه نكون بمنأة عن هذا الصراع وهذا ما فعله وأقدم عليه الوزير بسيل بكل بثلاث منتديات ونصر عليه وما في مانع أنه يكون فيه وفد وما في مانع أنه يكون فيه بيان إذا بدك يعني يروي الأجواء بيننا وبين المكونات الداخلية لأنه هي اللي عم تفتعل هذه المشكلة اليوم وقتل بيكون فيه قرار سعودي بإعادة النظر بكل عمليات تسليحات التسليح إن كان للبنان ولا غير لبنان ولا التسليح الزيتي للسعودية وحكة اللي موند يعني بشهر واحد صح إذا تطلع على صحة فرنسية بتشوف أسباب إلغاء الهواتين بلغوا بلغوا الإدارة السعودية بلغت أنه سيكون هناك أطر جديدة للتسليح وأسليب جديدة من دون وسطاء بينه وبينهم يعني المشكلة لا يعمل نجيب على لبنان المشكلة يا تيار مستقمل يا سعد الحليلي أو المشكلة منا بالسياسة منا بالسياسة في تفاصيل العلاقة بالصفقات ما فيه قرار بتفجير الوضع السياسي طالما ما فيه لا رئاسة ومجلس نواب مسكر ما فيه غير هالحكومة بدأتر قطع حضرتك وارجع لعند زميلنا إدمون سيسين يلي منيخد منه رسالة هلأ من السراي صوته صورة إدمون بلشت الجلسة يبدو إدمون أنه مش هلقد الأمور هادية يعني تصريح الوزير فنيش قد يأخذ الأمور إلى منحة آخر أنه بدو اعتزار من السعودية قبل تشكيل وفد نعم يعني هو فقط موقف الوزير فنيش جاء خارج كل المواقف الإيجابية التي عبرت عنها مختلف يعني الكتل الممثلة داخل الحكومة إذا أردنا أن نبدأ من 14 أزار فهم بالأمس عبروا بشكل واضح أنهم يريدون بيانا يؤكد على الإجماع العربي وإلا هناك حديث آخر كما قال الرئيس الحريري نتحدث عن الرئيس إسلام الذي يؤكد على التضامن العربي ومصادره الوزرية تؤكد بأنه رسم العنوين الرئيسة في هذا المجال النائب النفس في الموضوع السوري ولكن الإجماع العربي بحيث لا يكون لبنان خارج الإجماع العربي لا في جامعة الدول العربية ولا في منظمة التعاون الإسلامي لأن ذلك سيرد بالأمور السلبية والمخاطر على اللبنانيين سواء في لبنان عبر بعض الإجراءات المالية التي يمكن أن تتخذها المملكة العربية السعودية بسحب الوداء أو بما تم اتخاذه على مستوى الهباتين السعوديتين أو ربما أيضا الإجراء القديم الذي يتم اللجوء إليه في دول الخريج على مستوى ترحيل لبنانيين إذا ثبت تعلاقاتهم مع حزب الله على مستوى ما يتهم به من طبيض أموال وما شابه موقف التيار الوطني الحر وبتحديد وزيرات التيار الوطني الحر ياسبو الصعب وجبران باسيل يؤكداني على مواقفهما السابقة بأنهما سبقا 14 آذار في هذا المجال وهم دعوا منذ ثلاثة أسابيع العقد جلسة مثل هذه الجلسة التي تعقد اليوم من أجل اتخاذ موقف واضح على مستوى السياسة الخارجية حتى يلتزم به الوزير باسيل وبالتأكيد يرتكز على مصاق جامعة الدول العربية برفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وطبعا يعني التأكيد على الإجماع العربي جبران باسيل قبل دخول إلى الجلسة ذهب إلى حد القول بأنه سوف يطالب الحكومة باتخاذ الموقف الذي اتخذه قبل اجتماع جامعة الدول العربية في 8 واحد 2016 بتأكيد التضامن ورفض يعني الاعتداء على البعثات الدبلوماسية كما حصل في طهران عندما تم الاعتداء على البعثة الدبلوماسية للسفارة السعودية هناك نتيجة إعدام الشيخ نمر نمر إذن كل الأجواء إيجابية على مستوى الكتل الوزرية خارج إطار حزب الله وهضحوا يعني وزيراء حركة أمل قالا أنهما سوف يبنيان موقفهما على أساس النقاش الذي سوف يدور داخل الجلسة باستثناء ذلك كل المواقف ترجح صدور بيان في نهاية هذه الجلسة يؤكد على الإجماع العربي ماذا عن موقف المرد إدمون يعني الموقف المرد لا يخرج عن المواقف الإيجابية باتجاه البيان الذي يمكن أن يصدر في نهاية هذه الجلسة حتى أن بعض المواقف تتحدث عن أو بعض المصادف تتحدث عن أن الرئيس الإسلام ربما يكون له تكون له كلمة في نهاية هذه الجلسة الآن بدأت الجلسة كما نشاهد من حركة يعني الزملاء المصورين الذين سوف ينتقلون الالتقاط الصور لهذه الجلسة ربما يعني هناك حركة لا أدري ما هو سببها ولكن هو تقدير بأن الجلسة قد بدأت في هذا المجال وبالتالي بالخلاصة ندى يمكن القول بأن كل المصادر تصب على إيجابية أن يعقد بيان نعم يعني البعض يقول لي بعض المعلومات ولكن هناك حركة يعني استثنائية هنا بنسبة المصورين سوف أصطبع وشوف نعم بس نشوف إذا حركة في بركة وفي جلسة أو إذا في إشكالية هناك حركة استثنائية للزملاء لم نفهم بعد ما الذي يحصل نحن بنرجع لك على كل حال إدمو أكيد إذا في أي جديد ضمن إطار البرنامج بنرجع لك بإيسالة أخرى شكرا لك رح ناخد تاني بريك وبنرجع بنكمل بحوارنا خليكم معنا مشاهدين متابعة حلقتنا بمحورة الأخير مع الأستاذ حكمة ديب كنا عم نحكي عن أجواء التوتير ولكن إذا بتقول في تيار المستقبل عم بيوتر الأجواء ليش بدي يوتر الأجواء؟ بعد مع عودة الرئيس سعد الحريري المنتظرة بده يكون عنده مصلحة ليوتر الأجواء هذا الأمر ظاهر للعيان طب ليه؟ حركة الوزير ريفي واحد منهم وزير ريفي على خلاف الدمور في الشارع المؤيد كمان واحد منهم الاستنهاض الشارع كمان بطريقة أنه ليه كي يعني يكون هناك يعني استعداد للانتخابات المقبلة بلدية وغير بلدية فهذا الموضوع كله بضل على أنه هناك أرباك لدى الساحة المستقبلية تما نقول الساحة السنية يعني اللي بتأيد هذا الخط السياسي مشين هك إجيت قصة الهبع يصبوا الزيت على النار بتوجيه الاتهامات لغيرهم وحرف أو يعني تحوير الاتهام إلى الآخرين بهذا الموضوع وتحميله مسئولية بتدعية هذا الموضوع اليوم بده يطلع بيان أوكي هذا البيان وزراءنا طالبوا من زمان أنه يجتمعوا تفضلوا مجلس الوزراء ياخد هذا الموضوع على عطقه ويوجهنا بموضوع المواقف تجاه ما يحصل يعني مع العرب رح يكون تأكيد على يعني تضمننا مع الإجماع العربي وغيره وكلام يعني عاطفة ليس إلا بهذا الصدد بهذا الاتجاه والكل بوافق عليه ما رح يكون فيه يعني إطلاقا أي موقف يعني وانت بديك تنتبه أنه فيه مسألة داخلية بدنا نتجنبها نحن اليوم فيه صراع سن نشيع يعني شوف الخطورة لوان صراع المذهبة صراع مذهبة بالمنطقة وريدين مننا أنه نحن نفوت بهذا الصراع شو بت يعني أكيد الموقف الحكيم أخذ أنه لبنان وحده الداخلية فوق أي اعتبار آخر حماية بعضنا البعض فأي اعتبار آخر مما كان هذا الفريق هذا الفريق موجود ويجب حمايته إن كان بالمواقف السياسية أو بغير المواقف السياسية من هون سيكون تأكيد على التضامن العربي بيروحه بوفد ما بيروح بوفد هذا يعني تفاصيل ممكن أنه تكون إيجابية على هذا الصعيد لكن الدعوة إلى يعني إعادة التوجيح حول المشكلة الأساسية اللي هي العلاقة بالتركيب الداخلية بالإمعان بيحزف فريق وازن و مكون للمجتمع اللبناني واللي طالما عم بنادي وعم بصرخ أنه بدأت مثل كما ينص الدستور وكما يتكلم المثاق وكل هذه الأمور لن ترد ولن يعني تقابل لغاية الديئة إلا بحرف الأنظار توجيه الاتهامات والهجوم على حزب الله وعلى إيران وعلى غيره والمشكلة الداخلية عم نحيد عنها نرجع نصوب ونقول لسعد الحريري وللآخرين اسمعوا الصوت الصوت الضمير الصوت الفريق اللي هو صايبته هذه المشكلة وخلينا نذهب إلى إعادة تصحيح ما أخلى به من التسعين إلى اليوم ولكن لا يؤشر هوني موقف القوات الليبنية اللي هو عم بحط أصبع على الجرح معنا ونحن عم نحط أصبعنا على الجرح الفريق الآخر شريكي في هذا الوطن يجب أن يتجاوب معه بهذه المنادات بهذه الصرخة بس وين الفرصة وين الإدراء وين حتى بقانون الانتخابات وفي فشل زريع وما لها مصلنا لنتيجة بموضوع يحو موضوع الرئاسي لك وين نحن وين نحن وين لأنه في مشكلة وهذه من تدعيات هذه المشكلة اليوم موضوع الرئاسي بس اللوات اللبنانية عم بتوجه الكلام بشكل أساسي لحزب الله اللي هو بيقدر يلعب الدور إذا فعلا بيتعاطى مع حلفاءه إن كان سليمان فرنجية مع حفظ الألقاب أو العمادعون بيقدر يلعب الدور طالما العمادعون هو مرشح وطالما كان كلام السيد واضح بهذا الإطار بس كائباس في لوم على حزب الله إنهم بيتفرج مش عم بيعمل شي أو ما بتهمه الرئاسي وبما كما مع حق الدكتور جارج أنه الموقع التصرف أو المبادرة هي عند حزب الله الموقف واضح وضوح الشمس بتقييد العمادعون وبدعوة دعوات متتالية خلينا ننزل ونسمع لبعضنا لبعض بلا سلي ومع سلي وكل هالأمور ما بدي أرجع أذكر بكلام سمحت السيد شو هو لكن المشكلة بمكان آخر المشكلة موجودة عند الأكترية اللي هي أكترية هي اللي بترجح كفة أي جلسة وأي انتخاب وأي قانون حتى كل هالمشكلة هذه هي إلا علاقة بقانون انتخابي أتى بأكترية مانا حقيقية مانا مزبوطة تمنقول شي تاني سرقنا وما سرقنا كله هذا نروح لأدبيات أرقى من هذه الأدبيات في مشكلة حقيقية بالتمثيل بالشراكة كلها بتنحل بقانون انتخابي عادل ممثل لكل مكونات المجتمع إذا ما فيه أصغاء لهذه السرقات لهذه المطالبة لدينا مشكلة حقيقية مرات منحطها بالهبا مرات منحطها بحزب الله مرات منحطها بإيران المشكلة حقيقية تكمن بس وقتها بتقول أنت مرات بتحطها بالهبا بحزب الله بإيران كمانا مرات قد تصل إلى انفجار ما أو إلى سيناريو ما حدا بده إياه وهون أنا قلتلك أنه نحنا ما حدا عنده قدرة أنه تفلت بالسيحة اللبنانية مشان هيك التوتير اللي عم بسير اللي بنشوف يعني بعض أشكاله على الطرقات بمناطق معينة توتير مسلح هيدا لا يخدم اللبنانيين ما بيخدم إلا لكن إسرائيل مرتاحة هلا وبتقولك أنه تبسطي تبسط ليبها وإيقافها وإلى آخره أكيد ما بده جيش قوي وبذات الوقت وبذات الوقت نحنا عم نعطي هذه الحجة يعني دفع يا أخي تعال تقولك أنا أنت عم تلعب بالأمن في لبنان عم تلعب هذا التوتير بوصل بالآخر إلى انفجار لنا سنين نحن عم نمتص هذا الموضوع نحن عاملين مثل طمبون بين الكل أنه لا تفضل صغير اللي بدي ذكرك أنا وذكر المشاهدين ويمكن ما نسجوا المشاهدين أنه الاستحقاق النيابة كان يجب أن يحصل من عدة سنوات مددنا وضربنا بعرض الحائط المطالبة اللي عطل قانون انتخابي جيد معروف منه والفريق السياسي اللي عطله بيتهمنا بالتعطيل في تعطيل أخطر كان قانون انتخابي وتعطيل استحقاق النيابة الله بيعلم إذا في استحقاق نيابة ويرجع بقول لك عم اتعط الانتخابي هذا التعطيل الأساسي ست ندا هذا التعطيل الأساسي أنه نحن منعنا من حقنا أو المسيحيين منعوا من حقهم وهان تفاهم القوات اللبنانية والمشي بهذا الخط والسعي إلى تصحيح القلل الكبير من هون ما حدا يحيد أنظار اللبنانيين على المطلب الحقيقي وهذا المعركة الأساسية المعركة الديمقراطية الأساسية بيقول لك سعد الحرير أنه نحن ضد الديمقراطية وهنا الديمقراطية بتعطيل قانون انتخابي بتعطيل استحقاق نيابة هذا ضرب للديمقراطية انتحام الدستور خرقته 17 ألف مرة للدستور تجي بتقول نحن عم نعطي الانتخابات رئيس نحن عمنا مشكلة في تزويرة معينة طالبين مننا أنه ننزل نبصم عليها هذا يعني أبسط الأمور أنه ما نشارك بهذه التزويرة فانطلاقا من هون بعد المشكلة الأساسية بتسألين عن عزب الله وحلفائنا متمسكين بهذا الخط بهذا المسار ما فيه خرق استيس حكمات والوقت عم بيمرق عم بيمرق ما فيه خرق يعني فعلا وقت عقدة الجلسة التشريعية فعلا كانت الأولى والأخيرة لأنه طالما ما فيه اتفاق عنه انتخابي ويكون هو أول بند بجده العمل أي هاي عمل يعني مضبوط كأنه وقعته بالفخ وما فيه انتخابات وما فيه انتخابات فيه فريق سياسة اخذ حصة ما بحق له فيه هذا الواقع واليوم عم بتبين الأيام أكتر وأكتر اليوم بس 86% من المسيحيين مع العماد عون والقوات اللبنانية طبعا مع العماد عون والقوات اللبنانية وترشيحه للرئاسة وبيجيك كمان قوى سياسية ممثلة بالطواف الأخرى تؤيد هذا الطرح ومش قادرين نصال أو نلام كيف نحنا ما عم ننزل نختار غيره ونؤمن حضور لغيره طيب هايدي يعني صفت فيه مشكلة كيانية مشكلة عم نلعب بالكيان عم نلعب بمسألة التمثيل والوجود والشراكة مشان هيك كل سترة من التسعين أو من التسعين تحديدا عندما قاطع المسيحيين نفس الناس ب86% قاطعوا كان وضع ذاته وتراكم تراكم بال2005 وقفت لحالكم وجه تحالف الرباعي والقوات اللبنانية شو حصلت بال2009 اتغير الوضع شوي معكم لأنه صرتوا بتحالفات أخرى والقوات اللبنانية أو مسيحيين ب14 قدر حسنوا شروطوا النوع ما بإقرار الجميع ولكن في قناعة داخلية نعم عند الفريقين إن كان أنتو أو أو القوات أو أي حدا من القواعد تبعكم إنه ما أخذ لا يرد آه لا 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 بغالطك بغالطك كتير ما أخذ عنوة و بشكل غير دستوري وغير ميثاقي لا بيرد مع حبة مسك كمان هذا الموضوع لا تراجع فيه نعم ما فيش ما فيه مزح بهذا الموضوع رغم كل الضغطات رغم كل الانتقادات رغم كل التصريح رغم كل الوعزات بالأحد وبغير الأحد هذا الموضوع هذا الموضوع أساسي وهذه هي أم المعارك الديمقراطية طبعا كيف الغير عنفية كيف لأنه أول شي اليوم لا بنيجان نيابية ولا بحوارات بالحوار ما عم تقدروا تفرضوا على جدول أعمال البحث بجدول الأعمال يلي بدأ من الرئاسة هذي مانا مشكلة مانا مشكلة إذا الحوار بحث فيه وجدول الأعمال وإذا بدحكوا بالرئاسة بينحكوا بالمواصفات بس ما بيقول لا يتفق على رئيس ايه اجت أنا بشاركيك بس إنه ما أخذ لا يرد لا يرد في في سعي في أمور لا يمكن تجاوزها بقى مسألة القانون الانتخابي الجديد فإذا بيضلوا المجلس يمدد لنفسه ايه عم بمدد لنفسه بس فيه رأي عام ضد هذا التمديد وفي مشكلة في مشكلة إنه لبنان يعني أرسل رسالة للخارج عاطلة جدا شو يدر يعمل الرأي العام الرأي العام شو يدر يعمل لازم يتحرك موضوع النفايات يلي أكل لبنان بالمرض والتلوث ما تحرك لا ما تحرك هذا الموضوع حقيقة نحن جربنا صار فيه تحركات ومظاهرات وكذا العلاقة بهذا الموضوع وسنكمل لكن فيه أنا بقولك شو تحقق اليوم ما فيه مثلا على مسألة القانون الانتخابي لا يمكن تجاوز النسبي بقولك ياه كل القوى السياسية ما بقى فيها تبلع اللبنانية أنه ما فيه قانون على قاعدة النسبية هذا تطور 50% 100% 30% لا يمكن أبدا العودة إلى قانون جائر مثل ما هو حاصل ما تنبلع فيه رأي عام داخلي وفيه إذا بدك استمرار بالتخبط وتجاوز الدستور والقوانين ما عاد ينقبل ما عاد ينقبل عم نرجع نذكر أنه هذا الموضوع صار وعملية الالهيق اللي بتصير من وقت لآخر بهبة وبحزب الله وبالصراع اليمني وبالصراع البحريني إلى آخره كله هذا لحرف الانتباه عن المسألة الأساسية ما فيه يطلع سعد الحريرة واللي هو اليوم بيملك الأكترية النيابية ونحن نملك أكترية مسحية وهلأ أضيف لألة مكون أساسي ما بقى فيه يكف بهذه الطريقة حتى لو حاول بليبيال بأمور تانية ونحن بقوله عابرين للطواقف كله هذا تجليط على العالم فيه تمثيل حقيقي اليوم للمسيحيين والمسيحيين عم بطالبه بإدمية لغاية هذه الساعة أنه أن يتمثلوا غير الإدمية شو بيقدروا يعملوا في كتير في أسليب تانية كمان غير عنفية متفقين ومنسقين على كل الخطوات بمرحلة ومرحلتها يعني بكرة إذا وصلنا لموضوع نهاية التمديد ولاية التمديد أو فترة أو مهلة التمديد وبعما فيه قانون انتخابة شو راح تعملوا أنت والقوات اللبنانية أنتوا بأعلن النية تحكينا عن كل المواطيع هذا ساعتها رحنا للمحظور رحنا لشيء آخر يعني عم يفرض علينا وهناك ستكون القرارات مختلفة على ضوء عم نفترض هلا نحن لكن أنا عم أقول لك ما في إرادة أو ما في إمكانية مش إرادة لتجاوز هذه المطالب إلى بدءا من قانون انتخابة كيف ما كان بده يكون فيه قانون انتخابة يعيد أكترية مسيحية حاصلة على تأييد شعبة واليوم تقريبا فيه بالجيبة بعض الاقتراحات اللي تؤمن عدد معين لأننا هلأ بفضيحة يعني أكتر من 34 نائب مسيحي المحسوبين على المسيحية بظل هذا الدستور اللي عاطي مناصفه رايحين غير مطرح وحرارهم بغير مكان فمن هون هذا الأمر أنا بتصور والجو الداخلي والجو المحيط بهذا الداخل لن يكون هناك حسب ما فهمنا من كلام الدكتور جارجع أنه حتى بعض المستقلين يعني يالتحقوا باتفاقكم أنتو قوات اللبنانية حتى بعض المستقلين من المسيحيين ويمكن صاروا واضحين من الناس حتى على الصعيد الشعبي في ناس ما بتأيد الطرفان أيدت ما يطالب به الطرفان يعني صرته عم بتكونه أكترية صار فيه أفا ملتبليكاتيف هيدا ما بجوز يعني فيه قد ما تعمل تضليل وحرف الانتباع وتكب دخان تعمل الناس فيه مشكلة حقيقية تبلورت وظهرت ما ممكن أبدا تجاوزها وتجاوزها مثل ما عم تتفضلي منكون عم دخلنا بالمحظور وهذا ما لا نريده بعد فيه مجالات كتير وفيه أجواء كتير فيه مجالات وفيه أجواء بس أدبع بديهم رؤواقت عكل اللي عم بينحكى أنه ما فيه رئاسة هلأ بالمدى المنظوء القريب وأنه حزب الله ما أنه مستعجل على الرئاسة إذا بإيده تسهيل إجراء الرئاسة على أهميتها تفصيل في هذه المعركة الكبرى هو تفصيل مهم و اتنين أدار سرقية ونتيجة مهمة ل التمثيل المسيحي قانون انتخابي هو المدخل إلى كل هذه العلول براعة التمثيل الصحيح لا رئاسة ولا قانون انتخابي متوفرين ولا اتفاقات متوفرة ما فيه طوافق وحزب الله ما عم بيفتح الطريق لها هلأ أمام اللي بده يفتح الطريق وقته اللي بده يفتح طريق طالما المرشحين الأساسيين هنه حلفاء حزب الله وكعمة إذا سحب سلايمين ميك طيب نحلت لصة طالما فيه أكترية ممسوكة من طرف معين بس بتصير لها واحدة هالأكترية مين بده ترشح شو واحدة مين بترجع بترشح دكتور جعجع سحب للعمادعون وإسليمان الفرنجية بيقول ما حفظ الألقاب انه ما بياخد أي أرار إلا ما يتشاور انتبهت للكلام بالبيال أو أي مرشح آخر الكلام هاللي نقال أو أي اسم آخر يعني فيه عندهم بلان بي وبلان سي ويمكن زاد نحن البلاقة له علاقة بتصحيح الخلل تصحيح ما يعني التركيبة كلها مهددة الكيان مهدد إذا كان استمرنا بهذا التهميش وهذا الحزف الإلغائي ولكن ينتظر الفراغ على واقع ما يجري أو فيه أخرى أولوية أخرى مثل ما كنت أنت عم بتقول أولا لا عم نقول أنه نحن عطينا حلول عطينا ثلاث خرائط طريق لهذا إذا كان فيه من نية لتصحيح الوضع أما باستفتاء وننتخب من يختاره الشعب على سبيل التسويه يعني إذا فيه نية طيبة بتعمل تسويه أما قانون انتخابه صحيح ونروح على انتخابات نيابية اللي كان لازم تحصل قبل الاستحاق الرئيسي ومننتخب هذا المجلس الجديد ينتخب الرئيس أو بأنه يكون فيه يعني عفوا أنا ما قلته هذا انتخابات نيابية يعني دغري على على إعادة تكوين السلطة وعكس يعني إذا بدك يعني نقل ما هو موجود بالقاعدة الشعبية على البرلماء بشكل صحيح إنون انتخابه هو مري شو فيه على الأرض بدي يعكس لي كيه في ظروف إقليمية يقال هي التي تحتم أي تغيير في لبنان وكله مرتهن بما قد يحصل بسوريا من هلأ لحسيران بهالأشهر المقبلة نحن ندعي أنه نتجاوز يعني الشيء اللي أنه علي قابل سيد أمر وقع كل عمر لبنان مش بالضرورة ما بينفصل أو لا يفصل أصلا إقليميا أو دوليا عن أي شيء بيصير بالمنطقة بس ما في يعني عواصم القرار إنه ممينع إذا كان فيه انتخاب لرئيس يمثل وإنه الشغلة متروكة لللبنانيين بديك الفرقاء اللي عم بقوموا بهذا التوتير وبهذا الشحن أنه يروحوا إلى الصواب ويلاقوا حل يعني تسوية لكي نعالج هذا الأمر هذه مشكلة كتير كبيرة وأنا أدعو أدعو المسيحيين واللبنانيين عامة أنه ينضموا لأنه بهذه المعركة الديمقراطية تأمينا لمصالح الجميع كل الفئات كل الطوايف يصل لحقه ونروح إلى استقرار أكيد بالبلد رغم كل نقاط ضعف وهذا البلد هو يتمتع وإن كان ديمقراطية عرجاء بس لبنان ديمقراطي الحل بيكون بالتمثيل الصحيح ونروح إلى ديمقراطية جيدة كل شخص ممثل كل فريق ممثل كل طايف ممثلة وأكيد مننعم باستقرار مثل ما كان يحصل كنا نقول والله أنه الوصاية السورية هي السبب خرج السورة تبين لا المشكلة داخلية والدعوة إلى الفريق الأساسي اللي بيقيده الأمر أنه يصغي إلى صوت الضمير والصوت الوطني اللي عم نطالب فيه بس مش تحاله بيتحمل المسؤولية يعني يا حو شفنا الخليف بينكم وبين المرضى شفنا الخليف بينكم وبين الرئيس نبيه بري شفنا على أي أساس طولة بالي خليفنا وخليف المرضى بلشنا من سوكلين هاي المشكلة العلاقة هلا بالكارثة النفية ربحة سوكلين تجديد العقد بالألفين وعشرة بصوت الوزير السعادة صوت مع ما فهمنا ليش رجعنا جينا على تجديد قادة الأجهزة كان فيز غصن وزير دفاع هو اللي أخذ قرار بعدين إجا سمير مقبل بدي فيز غصن جمان التابع للمرضى واستكملت بجلسات النيابية اللي نحنا كنا معطعينها مع القوات بحال لم يقر قوانين معينة استكملت بالتمديد للمجلس النيابة خلافا لرأي التكتل في كتير من الأمور يعني إلى علاقة مش نحنا مش نحنا اللي اختلفنا نحن ويوم في مسار في تراكمات يعني مش تراكمات في مخالفات حصلت في يعني رفض لإحترام الدستور بضرب الاستحقاق النياب اللي كان لازم يحصل ما كان فيه ضرب تكف وما زال هذا الموضوع لهلأ تحجج بالمسألة الأمنية لا راحوا مددوا وشاركوا بالجلسة التمديد إلى آخرها فيه مخالفات للدستور مخالفات للقوانين بالتمديد لرؤسة الأجهزة مع تبنى ولحكين وكذا بس أنه هيدا الحقيقة تقال مش خلاف بينهم وبيلهم فيه مسار مختلف مختلف إله علاقة بعدم تطبيق القوانين وبعدم احترام الدستور اللي عطول نحن مندعي إله مش نحن منطلع غير الديموقراطيين إذا حقنا نقاطع جلسة فيها تزوير معين نزلوا بصمو أمنوا نصاب لعملية يعني ما حدا من المسيحيين اللي هن بأكتري ساحة بأي دوا رغم كل ما يشيع ويقال ويصرح واضح على أمور بأننا نتخبى بخيال إصبعنا نزل للمجلس النيابي ليه تأمين هذا الحضور لكي يعني نحن شهود مع الوزير تمرير مسألة بتتعلق بحق المسيحيين بأن يتمثلوا بهذا الموقع المهم الموقع الأول لألون ما في غلط لجأنا إلى أسلوب دستوري وأسلوب قانوني وديمقراطي ما فهم هلأ على أي خلفية أنه كيف فيها التباعد أو الفطور بينكم وبين تيار المرضى الفطور له علاقة بعدم احترام القانون عدم احترام الدستور ولكن ولكن إذا بالأمور استراتيجية والوطنية متفقين مع كل حلفائكم ولكن كمان اللي انقطع مع الرئيس بالري ما رجع انوصل هلأ فيه يعني فيه علاقة بالتفاصيل اليومية تفاصيل الإدارية هناك نوع من يعني زبدك تباين بهذه الموضوع لكن أنه القصة ما انتهت يعني بهذا ويمكن كمان العلاقة بالتمديد للمجلس وبأمور أخرى لكن ما انقطع هذا الموضوع ما فيه يعني انقطع فيه حوار ما يكونوا بين الرئيس بالري فيه حوار يعني شفنا بآخر فترة دفعوا المسيحيين حسب ما قيل بوزارات تحديدا أمل التمن بالتوظيفات وقيل انه رد من الرئيس بري عليكم وعلى القوات اللبنانية وعم نشوف يعني حتى بالجردات اللي عم بتعملها بعض واسق الإعلام قديش فيه اشحاف بحق المسيحيين اكان بالإدارات اكان بالمناطق وقديش كأن اجت وقيتها بشكل مكسف وهي نحكي بأرقام وبيانات لابورا والتحرك باتجاه بكركي بس هل هو فعلا عقاب للكون وردة فعلا ام ممارسة وانتو مسؤولين عن التقصير انه ان كان انتو او القوات او اي من الاحزاب المسيحية انا معا بتتابع هيدا الموضوع نتيجة شو نتيجة خطأ او تزوير في التمثيل المسيحي هيعني التعيينات بالوزارات اه لا بتبلش من راس الدرج بتبلش بتبلش من المؤسسة الدستورية الام انت بتجي على اساس الوزارة الحكومة انت غير ممثلة حقيقة وكما يجب في المؤسس الام تنعكس هذه الامور على الحكومة على الوزارات وتنعكس على الادارة مواضح الامر انه ايه في مطارح هناك مشكلة في مطارح اللي علاقة بالتمثيل الغير متوازن في الادارة اللي نص عليه الدستور حتى دستور الطائر بس شيلوم عليكم انهم تعملوا شيء كقوة مسيحية لتصحيح هذا التمثيل بتبلش بتساندوا لابورا اقل او الكنيسة او اي جهة تتحرك لتصحيح الكنيسة يجب ان تذهب الى الاساس الاساس غلط شو هو الاساس قانون انتخابة التمثيل الصحيح للمساحيين لا مش عم نقول هاي دي هاي دي من تداعيات الخلل في التمثيل هاي دا هاي المشكلة كل مشاكلنا ترجع ليه نبع واحد هو الخلل في التمثيل الخلل في الشراق اعاد تكوين السلطة بشكل صحيح كيف بتكونيها وساعتها الامور بتتعالج في الادارات في ادارات تعالجت في ادارات في عجز عن المعالج بهذا الموضوع لانه مشكلتك مشكلة تمثيل بكل صراحة وست في كتير كلام انه مابتوك لا تقدمون على اي خطوة تميزة على الرئيس الزلاني لا صار في كتير خطوات بس شو تغير ما بدي اذكر فيها بالكهرباء في كتير خطوات لتصحيح هذا الوضع او الامتناء عن الامعان بالخلل بهذا الوضع في كتير خطوات لكن مطلوب المزيد تمثيل غلط للأساس بقعادة تكوين السلطة وهاي نتيجه ندا هاي دي نتيجه التمثيل الخطأ نتيجه هيك بتصير عكل حال اللي قائم من التسعينات لليوم ما بعرف شو هي الظروف اللي بتغيره بدنا نشوف اي اذا الصروف فعلا مثل ما يقال اي تسوية على تركيب جديد بين مزوجين طائف ما يعني الدستور ما يعني تركيبة ما بسوريا تنعكس على لبنان باي اي اطار من الرابح هونيكة يلي هو بدو يربح فريقه بلبنان اذا بدنا نحكي الامور هيك ربطا بما يجري بسوريا او تنشوف باي ظروف ممكن يصير في تغيير بلبنان اي ظروف مع رفضنا لكل ما يحصل ويمكن يكون في قريبا طرح لحل سياسي في سوريا والمشكلة اللي عم بعيني مننا لبنان الناس حين تحديد لازم يكون في حل اساسي مصيبة كتير كبيرة وهون كمان يعني ابدعوا في الخارج في لندن اللي بتطلب المال والتنمية والمشاريع للداخل اللبناني للبيئة اللي عم تحضظ ان هالنس مع موانع بتحول دون انه يكونوا عم يندمجوا في المجتمع اللبناني ان كان عمال اذا كانت هي برامج فعلا او خطة مجدية يتأثر لبنان بما يجري في سوريا لكن ما المانع من ان نذهب الى تصحيح الخلل واعيدة تكوين السلطة على قاعدة انون انتخابي جديد تنشوف اي ظروف راح تخلي الكل يوافقوا تحديدا تيار المستقبل اللي هو عنده نظرة خاصة بموضوع انون انتخاب يقبل بانون انتخابي يصحح التمثيل انا بديشكراك النائب حكمة دي بعدو تكتل شكرا على حضورك اليوم شكرا لمتابعتكم مشاهدين لانا انا برجع بلاقيكم الاربع ازالي اشتركوا في القناة